محظوظ لما تكون بتلعب لمنتخب من أقوى منتخبات في العالم وفي نفس الوقت النادي من أقوى الأنداف في العالم وتكون دايماً مرشح لتحقيق الألقاب دي باختصار شديد يمكن جزء من مسيرة ولي سانيول نجم منتخب فرنسا السابق وطبعاً نجم من نجوم بير ميونيخ واحد من هدفين الفريق صاحب أهداف وميازها الحقيقة وحالياً هو بيتولى مسؤولية المدير الفني لمنتخب جورجيا خلينا نستقبله ونرحب به معنا في السادسة طبعاً كل شكراً لك على مشاركتك معنا وأهلاً وسهلاً بك على شاشة الأهلي ولي سانيول نجم فرنسا ونجم بير ميونيخ شكراً جزيلاً شكراً لدعواتكم لي يعني خليني أبدأ من آخر المحطات توليك لمسؤولية الإدارة الفنية لمنتخب جورجيا بتشوف المرحلة دي إزاي تمحاطك إيه مع منتخب جورجيا سواء في تصفيات اليورو أو تصفيات المؤهلة الكاس العالم تعلم أن المنتخب جورجيا ليس بفريق كبير على المستوى الدول الأوروبية في عالم كرة القدم ولكن طبعاً لدينا الفترة القادمة هي تصفيات كأس المؤهروبية وسنقابل منتخبات قوية مثل من أسبانيا والعديد من المنتخبات الصعبة والمباريات التي تكون صعبة ولكن نحن في شهر الثلاثة سنسعى أن نقوم بأقوى ما لدينا وأن نكون مستعدين أيضاً إذا وصلنا لصعود للأمم إيروبا سيكون صعود تاريخي هل الرهان في منتخب زي منتخب جورجيا بيكون على اللعب النجب شفنا التجارب قبل كده شفنا زلاطان إبراهاموفيتش مع السويد شفنا أو بنشوف حالياً إيرلنج هالند مع النرويج أيضاً منتخب جورجيا يملك موهبة الجميع أجمع على تأثيرها وخصوصاً مع فريقها في الدوري الإيطالي وهو كفيتشا كفارسخيليا نجم نابولي اللي حقق بطولة الدوري الإيطالي هل تعتقد أنه قادر على أنه يكون فاعل أو مؤثر بنفس الشكل مع منتخب جورجيا أم لا القصة ما بين نابولي وجورجيا مختلفة تماماً لا ولاعب رائع أيضاً ويؤدي بشكل رائع أيضاً معنا ليس فقط مع نابولي هو لديها العديد من الوقت لكي يتطور أكثر وأكثر ونحن أختارناه لأنه لاعب مؤثر ونحن نشجعه أن يستمر في العمل بقوة لكي يستمر في التقدم ويستمر في تحسن مستوى ونعلم أن منتخب مثل منتخب جورجيا يوجد لاعبين رعين كما كنا خيليا ولكن أعتقد أن في الوقت الحالي أن منتخب جورجيا الآن له أيضاً من العناصر الجيدة وفي أوروبا ظهرت بشكل قوي هل كنت مع أو ضد بقاء كفارتخيلية في فريق نابولي كثير من التقارير وتحدثت عن رغبة عدد كبير من أندال كبيرة في أوروبا في ضم كفارتخيلية الموسم الأخير أو موسم الانتقالات الأخير هل كنت مع فكرة رحيله لنادي أكبر لإسم أكبر يساعده على التقلق يساعده على تطوير مستوى ولا كنت مع فكرة بقاءه في نابولي والحفاظ على النجاحات التي حققها الموسم الأخير هذا الشيء يجب عليه هو من يقرره هو الأدرى أن يرى لمستقبله وكاريره في المهني كلاعب كرة قدم ولكن عندما أتحدث إليه الشيء الوحيد الذي تحتاج إليه أن تلاعب والشيء المهم أن تستمر في اللعب لن تذهب إلى نادي لن تشارك فيه بشكل مستمر الأهم دائما للعب كرة القدم هو أن يلعب ويتمرن طول الوقت وأن يكون لديه الفرصة للمشاركة إذا بقى في نابولي هذا الشيء رائع له ولكن ما أتوقع له أنه سيظهر بمستويات رائعة ما يؤهله للعب في الأندية الكبيرة مثلا بايا مينيخ وريام مديد أو بعض الأندية الإنجليزية بالكلام والحديث عن بايا ميونيخ يهمني عفما محطة بايا ميونيخ وخصوصا أنك أنت مع الفريق البافاري قدرت تتحقق لقب الشامبينز ليج أهم الملامح في فترة لعبك لفريق بايا ميونيخ أهم ذكرياتك مع نجوم الفريق في الوقت ده نعم أنا لعبت تسعة أعوام في بايا مينيخ لدي العديد من الذكرات الرائعة ونحن فعلا نحصلنا على دور أبطال أوروبا ولكن بايا مينيخ هو الفريق الذي ساعدني أن أصبح إنسان ورجل مسؤول أنا ذهبت إليهم وأنا كنت في عمر صغير هم من علموني كرة القدم هم بايا مينيخ والفريق الذي علمني كرة القدم وساعدني أن أقابل الناس رائعين ولاعبون على مستوى رائع وأيضا المديرين الذي طرمانت معهم ميونيز والعديد من المدابين وبكينباور والعديد من الفرص والبايا مينيخ أثرت في حياتي بشكل شخص بتشوف أنه الجيل الحالي بما أنك كنت بطل ورفعت كاس أو درع بطول الدوري أبطال أوروبا بتشوف فرص الفريق البافاري إزاي فيه النسخة الجديدة من دوري الأبطال أعتقد أن البايرن مع مانشستر سيتي وريال مدريد هم واحد من أفضل من ثلاث أو أربع فرق في العالم هم استطاعوا أن يفوزوا وأن يذهبوا إلى مستوى رائع حتى على المستوى الحالي الآن ولكن هم أضموا العديد من المواهب في هذا الوقت الحالي ولكن أتمنى أن اللاعبين الذين استقطبوها قادرون على الصعود بهم والوصول بهم لنهاء دوري أبطال أوروبا رأيك في خط هجوم باير ميونيخ ويبدو أنه من بعد رحيل ليفاندوفسكي وأنه هجوم البايرن يعاني إلى حد ما النسخة الأخيرة من الدوري الألماني فاز بها في الأمطار الأخيرة بشق الأنفس أو بصعوبة كبيرة بعد ما كان اللقب أقرب لبروسيا دورتموند تم محاولة تعويض رحيل ليفاندوفسكي بساديو مانيوة لم تنجح المغامرة أيضا السنة دي لكل تحدث عن هاريكين واحد من أكبر النجوم المتقلقين في الدورة الإنجليزية وانتقالوا لبايرن ولكن نسخة هاريكين مع البايرن تختلف تماما عن نسخة هاريكين مع توتنهام أسمع رأي ويلي سانيول أعلم مع هاريكين ومع ريوساني ومع كومان وجنابري يوجد العديد من اللاعبين الرائعين على مستوى الهجوم في باير ميونيخ ولكن أيضا يوجد الفرق الأخرى التي تمتلك دفاعات أقوية دفاع قوي ما يجعل يوجد توازن في المباريات ولكن أعتقد أن البايرن هو فريق لديه العديد من الخبرات اللاعبين الخبرات مثل كيميتش وعوبيميكانو وهما اللاعبون الذين لديهم الخبرة الكبيرة وهي مفيدة الخبرة مفيدة جدا تساعد في البطولات العظمة والكبرى للحصول عليها ولكن أعتقد أن هذه السنة أعتقد أن باير ميونيخ سيذهب على الأقل لأقبل النهائي يمكن بمناسبة أننا مستمرين في الكلام عن باير ميونيخ كان لديك تجربة تدريبية مع أحد طبعا من أهم الأسماء في عالم التدريب في الوقت الحالي هو كارلو أنشلوتي اشتغلت معي كمساعد في باير ميونيخ نمرة واحد عايزك تكلمني أكتر النقاط اللي أنت استفدت فيها من خبرات مدرب بحجم أنشلوتي وده كان تأثيره عليك بعد كده لما اتجهت العمل كمدرب مع كارلو أنشلوتي أعتقد أنها كانت واحدة من أفضل مخابلات في عالمي في كرة القدم لقد عملت معه لبعض الشهور ولكن رأيت فيه كم هو مدير رائع ومدرب رائع يستطيع أن يؤثر على مستوى اللاعبين هو شخص رائع بالنسبة لنا وهو أيضا أنا تعلمت منه الكثير كل يوم كنت أتعلم منه شيء جديد كيف يتعامل مع الفريق كيف تدير الفريق كيف تتعامل مع اللاعبين الزوخبرات ولعبين الصغار في السن هو كان أثر في تاريخي في تدريبي من الأسماء الآتي ذكرها كارلو عنشلوتي، باب جورديولا، يورجين كلوب وخليني أقول أنتونيو كونتي مين المدرب الأفضل أو من المدرسة التدريبية الأفضل من وجهة نظر ويلي سانيار المدرب الأفضل هو المدرب لدي أفضل فريق سأكون صريح معك في هذا يوجد مدربين رائعين ومدربين قادرين على الحصول يحصلوا على ألقاء كبيرة في تشامبينيز ليج وفي بطولات مع المنتخبات القومية ولكن هم فعلا مدربين كبار ولكن هم أيضا لديهم اللاعبين الرائعين يوجد اختلاف من كل مدرب ومن طريقته ووجهة نظره ولكن الفريق الذي يكسب هو الذي يمتلك دائما المدرب الجيد لأن النتيجة المدربة الذي يفوز هو المدرب الأفضل من وجهة نظر يوجد الأشياء المشابهة في بعض المدربين ولكن الفوز هو العام الحسن لكن بالتأكيد أنت تأثرت أو بالنسبة لك وأنت بتخد تجربة التدريب في رول موديل في مثل أعلى أو في قدوة أو في حد أنت بتستلهم طريعك وإسلوب تدريبك منه حتى لو ما كانتش بيدرب حاليا إذا قلت لكم في كرة القدم يوجد دائما لعبين كبار مدربين كبار ما يلهمون ويعطونا العمل ولكن ونحن نتمنى أن نقود الفرق مثلهم ولكن في المنتخبات الوطنية شيء مختلف ليس مثل الفريق لأنك دائما ليست دائما في تواصل مع العديك لأنك شيء معقد أكثر لأنك ترهم في مرة في شهر مرة ولكن يوجد أنا أحب أن أكون مدربا لفريق قومي هذا شيء رائع ولكن لا أستطيع أن أقول اسم بعيني خلينا نذهب معك للكرة الفرنسية وبعيدا عن كونك مدرب أو مدير فني لمنتخب جورجيا بالتأكيد حريص على متابعة لعبيك لكن أي أكتر دوري بتكون حريص على متابعته أي أكتر دوري بتشوف أنه الدوري الأكتر قوة والأكتر إمتاعا على مستوى العالم أعتقد في الدوري الأقوى في أوروبا سأقول الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي يوجد عدد كبير من المدربين واللاعبين الرائعين القادرين على الفوز من البطلات لكن إذا تحدثنا في أسبانيا يوجد فقط ريال وبرشلونا في ألمانيا بايرون وبروسيا دورتمود وفي فرنسا لا يوجد إلا بريسا جلمان ولكن في إنجلترا يوجد مانشستر سيتي يوجد ليفربول أرسنال تشيلسي أحيانا توتنهام أحيانا مانشستر يونيتد ويوجد العديد من الفرق الكبيرة القوية لذلك المنفسة والمستوى المنفسة أكبر بكثير في إنجلترا ولهذا أفضل المشاهدة الدوري الإنجليزي دائما أرى المباراة الكبيرة يهمني أخذ رأيك في الدوري الفرنسي وهل فقد الدوري الفرنسي جزء من بريقه أو من لماعينه وبعد رحيل نجوم بي أجي نجم بحجم ليوميسي نجم بحجم نيمار نجم بحجم ماركو فيراتي حتى سيرجيو راموس رحل أيضا عن صفوف البي أجي لا أعتقد هذا تعرف أن الجميل في كرة القدم يوجد دائما اللاعبين ويوجد دائما المدربين ولكن كل اللاعبين يذهبوا كل اللاعبين يرحلوا ولكن الكرة القدم تبقى كرة القدم تبقى مهما كان يسمى اللاعبين الذي تنتهي ويوجد 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 صعبك الدول الفرنسي دائما لافت للأنظار يوجد في باريس الجمان ومارسيليا ليون وموناكو يوجد دائما الفرق الكبير أيضا مثل في مصر يوجد الأهلي يوجد الأهلي يوجد اللاعبين الكبار يوجد المدربين الكبار ولكن حتى إذا ذهب اللاعبين يبقى الأهلي وأهلي فيوجد فمن وجهة نظري حتى إذا ذهب لعب كبير تبقى كرة القدم على مستوى حلو كلام النجم الفرنسي ويلي سانيول وده خلينا أسألك بالمناسبة لو المواجهة الممكن وهي مواجهة متوقعة ممكن تبقى منتظرة بين بي أجي مثلا وبين باير ميونيخ ولي سانيول يميل لتشجيع مين في بطولة شامبيونز ليج باير ميونيخ هي المرة الوحيدة بالنسبة لي بمعيني فرنسي وأنا أحب دولتي وعندما تكون فرنسا تلعب فريق فرنسي أشجعه دائما ولكن هي المرة الوحيدة التي تشجع فيها فريق ليسا فرنسي هو سيكون باير ميونيخ لأني لأني أنا بقيت عمر في هذا الفريق ولعبته وهو فريقي وهو كل تاريخ حياتي في باير ميونيخ فيبقى باير ميونيخ فريقي الأكبر والصاحب المكان في قلبي طيب خليني أقف مع لحظة أنا بالتأكيد مدرك أنها كانت في منتجه الصعوبة لحظة خسارة نهاية كاس العالم أمام إيطاليا في 2006 كنت واحد من سكواد المنتخب الفرنسي المباراة الشهيرة طبعا أفكر حضراتكم بها الواقعة الشهيرة بين زين الدين زيدان وبين ماتيراتزي اللي قدت لطارد زيدان وده أثر بشكل كبير جدا على سير المباراة وانتهت المباراة بفوز إيطاليا بعد نهاية المباراة إزاي استقبلتوا خسارة اللقب اللي كنتوا الأقرب ليه في بطولة بحجم بطولة كاس العالم نعم في كاس العالم تعرف هي البطولة الأكبر والأجمل في كل عالم ومن المؤكد عندما تكون في المباراة النهائية والتخسر بعد المباراة كان يجد العديد من الحزن والغضب الشديد في غرفة الملابس لأن هدفنا كان التضحية بكل الطرق من أجل الفوز بهذه البطولة ولكن طبعا مر أكثر من 17 عام مروا على هذه البطولة ولكن ليس لدي الحزن ولا إحساس سيء ولا إحساس بالندم الآن لأننا بعدها استطعنا اللعب بطريقة ريعة ولكن الصورة التي تبقى في عقلي دائما وفي قلبي هي الصورة أن أتمنى دائما أن نصعد لكاس العالم ونفوذ بكاس العالم ولكن ليست فقط لعبين رععين ولكن كل ما أتذكره أنا كان لوجد لدينا ناس رععين كانوا فريقي على مستوى الشخصي حتى قبل قرة القدم كانوا رععين وأفتكر دائما ما أفتكر هذا إزاي تعملتوا مع زين الدين زيدان في غرفة خلع الملابس بعد المباراة هل كان فيه نوع من أنواع الدعم هل كان فيه نوع من أنواع الفضول لمعرفة إيه اللي حصل هل كان فيه توجيه لوم لزين الدين زيدان بما أن الواقع دي كانت الأثرت على يمكن فرص فرنسا في الفوز بالبطولة إزاي تعملتوا مع نجم كبير بحجم زيدان فورا بعد الماتش أعتقد أننا لم نتحدث بعد المباراة لأن كما قلت لك بعد المباراة كان يوجد العديد من المشاعر ولكن إذا تحدثت وأنا لديك مشاعر فتقول أشياء ليست في محلها ولكن كان لدينا الغضب طبعا ومن الغضب والحزن الشديد ولهذا فظلنا أننا نتحدث ولم أتحدث مع زيد دين زيدان بعد المباراة ولكن إذا أتحدث الآن بعد كثير من الخبرة في هذا الوقت إذا أتحدث مع زيد دين زيدان فأقول له أنا كان لدي الحظ أن ألعب بجانبه هو الآعب الأفضل الذي لعبته بجانبه في تاريخ كرة القدم هو أفضل من الجميع أنا أشكره على ما قدمه لكرة القدم بفضله أنا رأيت أشياء رائعة في كرة القدم بشكرك طبعا نجم باي ميونيخ ونجم منتخب فرنسا ولي سانيول على مشاركتك معنا وإذا ما قابلت زيزو قريبا يعني يوجه له تحية كبيرة جدا من واحد من الجماهير العاشقة لفن زيدان واحد بشوفه من أروح الحقيقة اللي لمسوا كرة القدم بشكرك شكرا جزينا ولي سانيول كل التوفيق للبيرن في بطولة شامبيونز ليج كل التوفيق لمنتخب فرنسا في تصفيات اليورو وبطولة كاس العالم واحد أيضا من المنتخبات اللي أثبتت وجودها بشكل كبير في العشرين سنة الأخير ده كان لقاءنا مع ولي سانيول نجم بطل أوروبا طبعا مع بار ميونيخ في الشامبيونز ليج وواحد من نجوم منتخب فرنسا الحقيقة اللي أمتعونا لسنين طويلة جدا